ونروح لتصريح تاني برضو لسه مع أصداء خروج منتخب تونس من دور المجموعات في قطر 2022 القادري قال هزمنا بطل العالم والمنتخب التونسي أحق بالتأهل من أستراليا قال جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بعد وداع المونديال رغم الفوز على فرنسا حصرة كبيرة ضع من منتخب تونس فرصة للتأهل بسبب شوط واحد أمام أستراليا رغم كده بحب أني أشكر اللعيبة الـ 26 اللي كانوا معايا على مدار كاس العالم لا نلوم إلا أنفسنا على الشوط السيء أمام أستراليا لكن المهم أن الجماهير التونسية تكون فخورة باللعبين علينا أن لا ننسى أننا فوزنا على بطل العالم ليس سهلا أن تهزم فرنسا قال كمان كان يمكن فيه فرصة لنا نتصرر بشكل أفضل مع ذلك أمام أستراليا أو الدنمارك يجب أن نشاهد ما حدث ضد المنتخب الأسترالي سجل من نصف فرصة هكذا هي كرة القدم عندما تريد أن تطيعك تكون محظوظ وعندما تكون قاسيا تعندك قال كمان مع احترامي لمنتخب أستراليا كان منتخب تونس أحق بالتأهل في يدي النصفة من كاس العالم على حساب يعني أو على الكلام على فكرة أن المنتخب أستراليا كانت المباراة هي اللي بتبطي دايما في المتناول كانت بالنسبة لمنتخب تونس والحصرة الكبيرة بسببها مش بسبب أي نتيجة تانية ولكن المباراة دي بالتحديد هي اللي ممكن تكون مأسرة بشكل أو بآخر على شعور منتخبين الشعور المشجعين المنتخب التونسي وكما الجماهير العربية بشكل عام